العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استضاع على العرش وصخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وتجاورات وجمات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسخى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مُمَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وصارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال ويصبح وعد بحمده والملائكة من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفائه إلى الماء إلا كباسط كفائه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يحجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستغيث ظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الباحد القهار أنزل من السماء ماء فصالت عوضية بقدرها فاحتملت سيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو مطاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأم الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميساق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرزا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مطاع ويقول الذين كفروا لولا أنذل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتطلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلاه عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي بعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخستهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل ذينا للذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي بعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأعزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أزعو وإليه معاب وكذلك أنزلناه ركما عربية ولين اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ وَعِنْدَهُ وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا نَا نَاتِ الْأَرْضَ نَمْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاحَبِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَهُ وَالْكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ